مدرب لا يقيم جنسيته المدرب لا يقيم عمله فليهذا السبب انت من ذهبت ان وضعت لجنة منتخبات ولجنة فنية رح تنظر لعمل واداء المدرب اليوم انت من تنظر للكاتن عبدالغني شهد شخصيا اذا ما تقارن بكتنج انا اشوف الكاتن عبدالغني شهد افضل من كتنج كتنج مدرب اجنبي كاتن عبدالغني شهد مدرب محلي ادفوكات ادفوكات مكارت عند المساحة التي حصل عليها كتنج فليهذا السبب أنت من تنظر لعمل المدرب يجب أن تكون هناك تقييم دقيق بالنسبة للناس أصحاب اختصاص للأسف نحن فاقدين هذا الجانب لماذا؟ أفضل أن تكون هذه اللجان حاضرة وأن تكون مساهمة في عمل وتطوير كرة القدم لأن هي عندها الخبرة الكافية في تقييم العمل إحدى للأسف دائما ما يكون تقييمنا في أي عمل يذهب إلى النتيجة فقط هل ستتفضل يتحضرتك أدفوكات لو متأهل لكاس العالم هو ستفضل يحكي لك عن تجارب يعني يقول لك كله مباراة وحدة يمكن فايد الفقات ما أخي در حبيبي يعني أنت بس أرجع بالذاكرة باستثناء الأخ صفوان والأخ خلف خلف كريم اللي هو أجاب التطبيعية يمكن وقدم اعتذار ما كمل منه من الباقين الأخوة وطبعا سيد راضي شينشير منه من الباقين الأخوة ما عمل باللجان الاتحاد في فترة سابقة وكان هو جزء رئيسي من تسمية المدربين وكان سواء كان محلي أو كان أجنبي وكان الانتقادات الصير عليه في أكثر من مناسبة منهم قل لي واحد من عدهم ما موجود هم موجودين أخي در بس إحنا شنو إحنا طبيعة الإنسان العراقي بسرعة ما ينسب سرعة ينسب سرعة يعني أنت تشوفه في اليوم جاء المسؤول وقال له علي وياك علي وراء ثلاثة يوم سبه هاي طبيعتنا إحنا طبيعتنا كعراقيين اليوم ننسب سرعة اشتركوا في القناة